اشتركوا في القناة وإلى آخره وهذا يقتضي أن ننتبه إلى ما قاله صاحب الشأن ألا هو الله سبحانه وتعالى وهذا الذي يجب أن ننتبه إليه موجود في كتاب الله وموجود في سدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتبه إليه إيمانا واعتقادا ننتبه إليه عاملا وجدية وتفكرا وتذبرا أولا نفهمه بأنه بالأرقام السعر البرميل على الصعيد الدولي اليوم ره يرجع للمستوى اللي قبل من حرب أوكرانيا أي بعبارة أخرى إلى وخبقنا في ذلك المنطق ديال ما يقوله لنا أرباب العمال ديال الشركات ديال المحروقات خص اليوم السعر يرجع للمستوى اللي كان عليه أي كان في مستوى عشرات درام عشرات درام ونصف إذا ما في اليوم يمكننا نعتبره بأنه كين أربعة خمسة ديال الدرام اللي ديجا هي يمكننا نعتبرها أرباح فاحشة بالمثهم ديال ديال 17 مليار ديال 2018 أنه لم يبقى يتحرك في هذا الوسط السياسي انطلاقا من المبادئ وانطلاقا من القيام وفي سبيل مصطلحة الوطن يعني إلا حزب واحد أو تقريبا من تقول الله هو حزب العدل والتنميون يمكننا نقول شهد الكلام باش نطلع بالحزب ديالنا يا ليت كل الأحزاب كانوا أحسن منا يا ليتهم كانوا كل الأحزاب أحسن منا أو كانوا على الأقل مثلنا التاريخ لا يبنى على نتيجة انتخابة واحدة التاريخ يبنى على مصار وهذا المصار تبت فيه أن حزب العدل والتنمية كان حزبا نظيفا كان حزبا نزيها ما ذكر ولا عرفا أن حزب العدل والتنمية شي واحد منه أعطى شي درهم لشي واحد باش يصوت أو لا شي واحد منه در شي حاجة لا أخلاقية باش يوصل لشي منصيب أو يوصل لشي موقع إلى آخره كيم ماكو الخطراء نفس الأستوان نفس الدسك خرجوه بعض الناس مولي الأخ النوش هاد شي راجي من المشريق هاد شي جاي باش يضرب المكتسبات دي المغرب وحتش شوية غادي يقولوا راح الجزائر لمورة هاد شي البوليزاريو وغيرها أنا مواطن بسيط عادي مواطن مغربي محمد رضا الطوجني وطني كان بغي بلادي تلموت ملكي ما كان شوف شي مغرب بدون الملكية ومن الناس اللي دعموا هاد الهاشتاغ في مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات وما زال غادي ندعموا بقوة لأنني كنشوف بلادي يلبقى فيها عزيز أخ النوش رئيس الحكومة غادي دينا الحيط ربما كان بعض الإخوة يفكرون في مغادرة هاد الوساط كله الوساط السياسي وكان هاد الكلام هادا بعد الانتخابات كان ووركينا حساب سبقاتنا في هاد المنطق هادا ولكن الحمد لله احنا يلمجل لمجا لمجا هاد هاد المجاة هاد المقاعد هدي اللي اللي وقع فيها شغور كان عنا هاد النقاش وكان بعض الإخوان تقولوا دي ما نعودوش نترجحوا الآن خليونا حتى نشوفوا شنو غادي يكون واشغل تغير الأسلوب ديال الدولة وكذير آخره احنا الإخوان ما غنغيروه ما غنغيروش لا غيرت الدولة الأسلوب ديال ولا ما غيروش احنا حيز مشارك جينا باش نقوموا بالدور ديالنا مهما كان موقعنا كنا عندنا مية وخمسة وعشرين ولا مية وسبعين ولا مية وثمانية وتسعين نقوموا به كنا عندنا يعني تلتاش ولا غير واحد في البرلمان نقوم به وحتى لما بقى عندنا حتى واحد خسنا نقوم به حيث هدي مسؤولية وطنية وشعبين مسؤوليتنا امام ملكنا طبعا احنا يمشي حزب لا انقلابي لا توريلا ولو احنا حزب الوياليست كما يقول الفرنسيون يعني بمعنى اخر اننا احنا بغينا الدولة ديالنا كما هي تبقى ولكن تتغير التصرفات تتغير القناعات تتغير الاساليب يعني نمشيه في الاتجاه ديال الشرف ديال الشرف تحمل اسم هذا المرجعي العظمان لا يبغي يقول شي حاجة يقولها لا احد سوف يتمكن من ان ينفي دور العدالة والتنمية الايجابي في الحياة السياسية المغربية وانه طبعها على مدى حوالي عشرين سنة فهمتين والله يعني من 92 الان طبعها وانه اصبح اليوم كبار رجالة الدولة يقولوا خصنا نقولوا للناس الحقيقة خصنا نكونوا معاهم صراحة خصنا نكونوا معاهم واضحين خصنا نديروا الحاجة اللي فيها المصلحة خصنا نرجعوا حتى الحزب الحزب الذي يسمى حاكما والذي في يوم من الايام جاكي الشرط عليا باش ما نعملوش الدعم المباشر يقول خصنا نعملو الدعم المباشر واحد الناس بهات الشي وكده الى اخره معناه ان حزب العدل والتنمية رهداب الآن منصور بإذن الله لكل شي القادة دي الأحزاب السياسية في هذه البلاد عافكم الى مسيروا في حالاتكم بالكرامة بالعزة ديالكم كليتوا شربتوا باخر وعلى خير وخليوا الشباب ديال احزاب ديالكم باش المواطن المغربي يرجع الثقة على الاقل في الاحزاب السياسية وعلى الاقل الاحزاب السياسية تلعبت دور ديالها في صحفة طيار في ديال الشعب المغربي كتشوفوا الحملة اللي كينا الهاشتاغ كتشوفوا الغلاء اللي كيدرب المغرب كامل جميع المواد الأساسية كل شي كينا مافيا ديال المحروقات هي اللي درت لنا هذة المصيبة الحكومة رغم انها اخدات بعض الاجراءات لمساندة القدرة الشرائية ولكن للأسف امام الزيادات المفرطة في بعض الاحيان الغير المفهومة ديال تقريبا جميع المواد الأساسية وحتى المواد التانوية فالمواطن المغربي او الشرائح عريضة من المواطنين المغاربة ما زالوا يكتوون بنار ولاهيب هات الزيادة في الاسعار اذا الحكومة مطالبة باش تبتكر آليات جديدة وباش دعم باي طريقة القدرة الشرائية ديال المواطن ديال المواطن لا حول له ولا قوة امام غلاء الاسعار واللي كما قلت لكم في بعض الاحيان غلاء غير مفهوم كي تحكم بانك ناشي نقابة لناضط وخرجات للشريع ودارت اضرابات ووقفات الاقتصاد واحد يومي او ثلث يام بينما هذي الناس ينزلوا الاتمينة وبينما الأمور ترجع المجاري ديالها تحاجة كل شي صارت لسانه علاش لأن كل شي واكل شارب مزيان لا نقابات لا احزاب هي هذ الهاشتاق ديال ارحل اخنوش انا بطبيعة الحال كالعادة وبكل صراحة انا تكون موقف ديالي من ارحل واش انا مع ارحل او لا ضد ارحل ولكن علاش بغيت نتناول هذة النقطة بدت ونعتبرها مهمة بزا فرغم انه البعض يقدر يقول لك يعني هذي الحملة شعبوية او لا هذي الحملة تلقوها ناس ما معروفينش او لا ما نعرفش ناس بغي لخدمة اخنوش او لا بالبلاد او لا لكي يهمني اكتر وهو انه كيف يعقل جملة خلقة واحد النقاش مستفيد داخل لا سواء الفاعلين الاقتصاديين ولا الفاعلين السياسيين ولا الفاعلين التقافيين ولا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا داخل الاعلام ولا في صالونات علية القوم وكل شي كينتظر رد فعل الحكومة والسعز اخنوش هل سيرحل ام لا يرحل الى اخر احنا سبكتاتور كنتفرجوا على مأساس اذا شنو هو المشكل شنو في الحقيقة المشكل شنو المسؤولين كنو واضحين لانه بكل صراحة المعطيات العقلانية كلها كتبين بانه هاد المستوى للأسعار غير مقبول وغير معقول بانه كينتظار بالمصالح تدار بالمصالح لكتجعل انه مفروض على الاقتصاد بشي غير الشعب المغربي من ناحية الاجتماعية الاقتصاد ما ننسوش بانه البنزين بانه الفيول بانه راها مدخل مادة اساسية لصناعة للفلاحة لقطاعات اذا الاقتصاد المغربي المجتمع المغربي اليوم يعاني من هذا الوضع الغير مقبول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة